اللي يغلطوا ويتهور قبل ما نقولوا لازم يتحاسب نقولوا لازم يندم ويصحح الغلط اللي داروا سواء كان كبير ولا كان صغير لأنه مشاعر الناس وحياتهم الخاصة ماشي لعبة بين يديكم الحكاية تعاليوم حكاية وفاء بسبب التهور لعبة بينها وبين صديقاتها الجامعيات تفارق ووالديها واليوم وفاء راهي نادمة وبغية تحكي لكم حكايتها باش تنصحوها السلام عليكم شيريت كيراكم نديرين ان شاء الله هركم غاية ومهنين وفرحانين توم وقال عينياتي عكم كما راكم تسوفوا رجعت لكم بروتين جديد وحكاية جديدة جد مؤثرة وفيها عبرة قبل ما نبدأوا الفيديو تاعنا الشيرات والحكاية تاعنا تاع اليوم بغيت نقصدكم وان شاء الله ما تتبخلوش عليا عاونوني الشيرات بليه جام والبرتاج باش تطلع القناة تاعنا وان شاء الله هربي يفرحكم ويعطيكم ما تتمنى ويلا الشيرات نبدأوا الحكاية تاعنا على بركة الله تقول وفاء انا وفاء عمري 22 سنة طالبة جامعية من الشرق وندرس في جامعة في الغرب انا البنت الكبيرة عند والدية وعندي زوج خاوتي صغار عليا واحدة 18 سنة والتاني 12 سنة قبل السنة هذي اللي فاتت كنت عايشة في عائلة ملمومة عائلة يبغوا بعضاهم كيما يقولوا متماسكة الى ان جاء النهار اللي تفرقتت في هاد العائلة وما في جيها والاب التاعي في جيها اخرى وهذا كله بسبابي وبسباب التهور تاعي انا وصديقاتي اللي مشاركين معايا نفس الغرفة في الجامعة اللي نقرى فيها واحدة نهار تحمست وتهورت كما يقولوا والان اراني نادمة وما عرفت كيفاش نصحح الغلط التاعي للعلم ما كانش اللي على بالو بوش درت غير انا وصديقاتي المهم قبل عام نهار اليوم نعقل كان الدخول للجامعي وكان عيد ميلادي ووالدي يمول فيني كل عام لازم يديروا لي عيد ميلاد ويديروا لي حفلة شابة وكبيرة نعرض صحاباتي جواريني خالاتي ونعرض قاع الناس اللي نبغيهم يكونوا حاضرين معايا واش من كادويات واش من ذهب الاب التاعي عنده محل يصلح الالكتروم يناجي الادوات الكهرومنزيلية وعنده سيارة مرات هكا كي ما تكونش عندها الخدمة وقاع في الحانوت يروح يخدم بها كلون ديستان يديرها طاكسي ولا يديرها سيارة اجرة اصلا بويا معظم وقته يخدم في الليل يبغي الهدوء وقت الخدمة الحمد لله ما خصنا والو ناكله مليح نلبسه مليح نحوسه مليح واحد فينا ما محتاج حاجة في هذا النهار ما كانت موجدت لي اشهال مأكولات اللي نديهم معايا للجامعة ليا والاصحاباتي اللي يسكنوا بعاد اما بويا اداني للحواني تاع القش شرع لي قش جديد بيجامات سبابات ليساك اي حاجة نحتاجها خلصها لي ديما يقول لي بنتي نبغي اللبس كمليح ونوكل كمليح كان حلمه نكمل لقرايتي ونولي مهندسة من اللي كنت صغيرة هو يقولها لي بعد الحفلة اداني وصلني للجامعة تلاقيت مع اصحاباتي كليناز هناك كل مرة واحدة من هون كانت جديدة وحتى هي كانت من ولاية اخرى اختار حتى علينا اقتراح واللي هو انه احنا منا نعمر انترنت كل مرة في الشهر وقاع يعطونا هدراء باطل في التليفون قدنا عليش ما نعيطوش للارقام المجهولة ونزعقو بهم مادام نرانا قاعدين وكارهين وقاع هذ العفسة كانوا يدينوها بكري وكانوا قاعي هادروا عليها المهم قعدنا نخمو نخمو وهذا اللي سرع قعدنا نعيطو في التليفون قاعدنا اللي رفد علينا يقولنا لكم غالطين قاعدنا اللي كوبي علينا وقاعدنا عادي وحنا قاعدين نضحكو مرات حتى للزوج تاع الصباح تلاتة تاع الصباح وقعدنا على ذاك الحال كل مرة نديرو هاكا نهضروا نزعقوا بالنس شعال من وحدة نزعقوا عليها نكتبوا عليها نقولوا لها نعرفوا راجلك ربي اسمحنا وصاي حتى الوحدة نهار حوالي سيمانتين بعد الدخول الجامعي جاء عندي ابويا وخويا صغير زارني وجاب لي معاه ماكلة وحلويات وكوات جديدة يعني كوفيرتا وصوالح كانوا خاصيني ايا وحدة صاحبتي شافته وقف معايا قاتلي هدا ابوك قتلها واح من خلعت قاتلي ويا ابوك شعال الصغير انا كنت حاس بيتها كبير قتل هلا بويا في عمره 47 وحتى مميش كبيرة عمرها 41 سنة المهم قعدنا نهدركي ما حكا راح بويا وانا رجعت للسكن وهنا نفس الصديقة عرضت علينا عرض واللي هو نعيطه البويا ونشوفوه اسكو يهدر معانا ما يهدرش معانا هما كانوا نوين يزعقوا عليه لكن يقولوا لي غين شوفوه انا ما كنت فاهمة والو غين قلهم واه واهو صاي عيطت له صاحبتي ودالت اوت بارليل وقعدنا نسمعوا فيها تهدر معاه وقاعدين نضحكوا حاكمين الضحكة بالصيف وهو قعد يهدر معاها عادي كي شغول يعرفها من داشعال نورمال كي شفتهم يهدروا معاه ويزعقوا عليه وقا وصيرتهم ينعارفين هبلي بويا وقا قلت لهم صاي انحبسو ما تزيدوش تهدروا مع ابويا ومن بعد حشوها لي وقنعوني وبدأنا كل مرة نعيطو له وصاحبتي تهدر معاه وحنا قاعدنا ندورو بيها ونقعدو شادي نضحكة بالصيف وانا كنت عاطي لصاحبتي وصحابتي قاعد المعلومات تاعة باللي عنده لوطو يخدم بيها وعنده حانوت وبعض المواصفات تاوعاه وانا هذيك صاحبتي اللي تهدر معاه تقولها له تقول له جيت عندك شعال من مرة خطرة جبنا لك حاجة صلحت هانا مرة تديتنا كل انضيستا وانا تتحسه باللي راهي معجبة به وانا تهدر معاه وانا تقول له واحدة كلام يعني كلام تاعجاب وتحبه قاع المهم اتطورت العلاقة تحهم حتى وليتنا قاع ما نكونش تما قاع ما نكونش في الجامعة ويقعدوا يعيطوا له ويزعقوا به مرة تكون قاع في دارنا حتى نشوف بو يد التليفون تاعه وخرج نعرف باللي رهم يعيطوا له وراهم يهضروا معاه حتى ما قاعدت كيشغول تشاكا قاعدت لي بوك راه دايرا عليا مرة واخد اخرى انا قاعدت نقول هلا اما بلك صحابه بلك منا قاعدت تقول لي لا راني نسمعه يهضر معاه وحدة ودي جات بدل عليا قاع ولينا ندابزو ما كنتش قاع ندابزا ناوبوك هاكا كنا نتفاهمو ماولاش مانبا يبغي يقعد في الدار كيواللي تنرجع للجامعة ونهضر معاه ونقولهم الشيرات صاي يحبسوا ومتعيطوا لاش يقولوا لي صاي يحبسنا حتى وليت مرة على مرة كندخل على غفلة نلقاهم هاكا راكدين ويضحكوا يهضروا معاه حسيت بلي بويا صاي تعلق بهذه الشيرة صرتو من وليت تعيط له كل يوم حتى لوحدة نهار قاعدت لي صحبتي بلي بوك راه يفلكسي لها وراه يتهده تقول له لو كان متفلكسي ليش ما نهضرش معاك وبوك راه متعلق بيها بزيف بزيف في النهار لازم يهضر معاه 3 خطرات اربع خطرات كي رحت عندها قلت لي شا غادي ديري زعمة بوك راه باغيني وقاع وانا مستعدة لو كان يبغي تزوج بيه نتزوج به عادي وحنا عرفت باللي راني في ورطة ودرت غلطة كبيرة عيد فيها عيد في صحاباتي قلت لهم مهضروا معاها نايفتني قلت لي ما تهضر معايا ما نهضر معاك إلا راكي بغي تقول لي لبوك ولا لمو قولي لهم نارمان انتي اللي غادي تحصلي وقعدت على ذاك الحال نشوف فيها هكا تهضر معا بويا وتزعق عليه ويفليكسي لها يبعث الهادراهم واللي تكين روح لدارنا نشوف باللي صح بويا تبدل حتى انا مولاش يجمع معايا مولاش مامبا يهضر معايا كي كان يهضر معايا من قبل كان يوصيني على قرائتي كان يعطيني دراهم بلا ما نقول له ولا يقول لي اقتاصدي ولا يقول لي ساي انتي ولفتين يعطيك دراهم منا منا حسيت بويا ولا مراهق ولا دايما يداب زمعا ما قدامي المهم كنت نروح ونجي للجامعة كيما قلت لكم وهي غادي هدر معاه مدة تسعة شهر وحد الخطرة روحت لدارنا وانا القلب التاعي دارني لقيت بويا مخم القشه ورايح وانا غيكي داخلة يعني في نهاية الاسبوع قعدت نهضر معاه ومنا ومالك بويا قال لي ما تدخلوش اروحكم فيا اخويا الصغيري بكي كي هدرت معا اما قلت لي بوك ساي رهما تعرف على وحدة ومتفهم معاها وباغي يتزوج بيها انا يا القلب التاعي تقطع عرفت شكون هاد الانسانة وعرفت باللي بويا ساي تعلق بيها قعدت تلتيام في دارنا ورجعت للجامعة هدرت مع هذي كشيرة ومع اسحاباتي قلت لها باللي بويا فوالا ورهما تعلق بيك وباغي يطلبك للزواج قلت لي عادي انا اصلا تلاقيت معاه وراني نحشي له شفته وشافني وقلت له هراني بغي يتزوج بيك وممكن هاد الهدرة تكون حقيقة علش الله بوك صغير ومخص هوالو ممكن اني نقبل نتزوج بيه سيرتو من بخير عليه عنده حانوت وعنده لوتو عنده هدار علش الله نايفتني ونايفوني قاع صحاباتي واللي تكيشغول انا غريبة هادك الضحك وهادك اللعب اللي كان بيناتنا صاي كي ولا تحكي معا بويا ووليت انا عدودها بعد ما خرج بويا شهرين ما الدار ووليت اموات هود عنده الحانوت نقولها يصرف على ولادك ومنا ورجع للدار ماولاش قاع يقيمها وماولاش مانبا يصرف على خاوتي هادي كشيرة كليت له قعد راهمه كيكثلوا المشاكل بين بويا واما وقاع في نفس السنة اطلقوا ورجعت امو عنده خوالي ما راهيش قاع عايشة غاية خوالي وانساهم قاع ما حملوهاش سيرتو من الروحانة في الويكند يقعدوا هاكا يخزروا فيها خزراء سعما غير مرغوب فيك يعني حاولي انك تصلحي بين اموك وبوك ورجعوا لداركم حتى امو تشكيلي تقولي شوفي يا بنتي هادي اللي دارت بيني وبينبوك راني ندعي عليها نهار وليل وانا خايفة ونقول ممكن الدعوة اللي راهي تدعيها امو ممكن تلحقني انا خطرش انا اللي قبلت وخليتهم يديروكي ما هاكا هاديك صاحبتي ما زالها تهدر مع ابويا وانا على بالي عيد نحوس باش نصلح بين امو وابويا عيد نحوس باش نبعدها عليه وما قدرتش ودروك عندي ربع شهور من اللي راني نحاول اني نبعدها عليه بسح ما قدرتش هاد الشيرة بزاف وعرا خفت كش ما تديلي ولا كش ما تحرش عليها كش ناس ولا انا حصلت وبويا تانية راح حاصل بالصح ما على بالاش معا مراه طايح اما اما مسكينه هي مغبونه نسخوالي وجداتي وقاح مراه مش قابلينها عندهم باغينها ترجع البويا بالسيف اما هو ما يحوس عليها ما يبعث لها مصروف ما يعيطي سقصي على خاوتي ما يسقصي عليها والكارثة الكبيرة انا تخيلوا كنت عايشة في مستوى ما شاء الله نلبس غاية نحوس غاية ناكل غاية داروك ما عندي شمانبا الدراهم تعطر انسبور اللي نرجع بهم للدار ساي ولي تفاقيرا لأقصى درجة والسبب قاع انا انا اللي ما كنتش حاسبة باللي لعبة راح تخلي بويا يقولي قاعكي ما هكا يبعد عليا شيرة صغيرة تلعب لها بعقله اما مع البالهش باللي انا السبا بويا مع البالهش غي انا وصحاباتي او داروك حكيتلكم حكايتي ان شاء الله تنصحوني وتقولولي شا ندير للعلم في عمري 22 سانة اولا حبيبتي انتي مشي صغيرة بزاف عشرين ولا اتنين وعشرين ولا حتى خمسطاعة ستة عشرة كيم مرة الله يبارك وكاي اللي في العمور تاعك تزوجوا وجابوا ذراري وداروا عائلة المهم معليش نتعلموا من تجارب الاخرين بغيت نقولك باللي حاولي انك تتوبين ربي سبحانه خاطر شركي فرقتي بين عائلة سواء كانت عائلة تكنسية ولا كانت عائلة اخرى ثانيا حاولي انك تصلح الخطأ اللي درتيه معنى بانيش كيفاه والله منيش عارفة بصح حاولي منيش عارفة انا يا روحي البوك حكي له هدي اول حاجة نقدر نقولها لك وروحي البوك حكي له قولها هادوك الشيرات فوالا فوالا قعي لخفتي منه وقع ما عليش اسدي اكد بيعليه قولي لخونوا النيميرو تاعك ومناو وعنى بانهم المعلومات خطشان حكيت لهم لسانسيال حاولي انك تصلحي هادو العلاقة هادو العائلة المتينة اللي فرقتي بينهم ثانيا اعليش حطيت لكم هادو الحكاية كي ان ربع حكايات مشابهة لهادو الحكاية اولا حكاية محامية وكنديجة حطيتها راح نخليها لكم في اول تعليق متبت وتاني كي نزوج حكايات قادي نحكي لكم او نعطيكم ملخص خطش ما غاديش نحكي لكم الحكاية هادو صاي يعني بزاف دارو هادو اللعبة نحكي لكم عن الحكاية التالتة لي جاتني كاينة واحدة راح عندها وحد الشهر من اللي حكايت لي حكايتها قاتلي صفي اختي انا عندي ولد خالي تقريبا كيماخوية نبغيه بزاف وناس ملاح ويحاوس يتزوج قاتلي اديت الفيسبوك تاعه وتواصلت معاه على اني بنت صغيرة وشابة وقعدت نرسله في تصاوير وقعدت نحكي معاه ونرسله يعني غير في تصاوير الشابين وفليميساج قاتلي تعلق بيه بزاف بزاف وقاللي نرسله ما نجي نخطبك ايه قاتلي انا قلت صايز عما صاي نكبي هاد اللعبه وقاع وزيد حكالي اسرار ومنا قاتلي قلت صايز عما انا غيل عبت هاللعبه وصاي قاتلي تخيلي صفي اختي سيمانا من اللي بلعت التليفون موض قاتلي طاح طاح قاتلي طاح قاتلي طاح كاو قاتلي قول لو يدوه سبيطار يدلو له السيروم يعني مرضاته قاتلي حتى اللي تنعود نرسله ونقول له انا متزوجة وانا منا ونحاول اني نكرها فيها باش يريح المهم الشيرات ما تتلعبوش باحسيس وبمشاعر الناس قادرة لعبة توصلك للهاوية ولا توصل اشخاص اخرين للهاوية فربي يحفظكم ويخليكم الشيرات اردوا بالكم من هذه الالعاب الصعبة والوعرة وشا غادي نقولكم دروك الشيرات باش ما نطولش عليكم الحكاية اليوم نقولكم ان شاء الله الحكاية اليوم تكون نالت اعجابكم فيها عبرة اللي بغيت توصل معي الانستغرام تاعيها ولا ام امير فاندو اللي بغيت توصل معي الانستغرام تحلو في روحكم نلتقي ان شاء الله في روتين جديد وحكاية جديدة السلام عليكم اشتركوا في القناة